ما حكم الرجل المتزوج الذي يبحث عن المواقع الإباحية في الانترنت هذا معرض نفسه والعياذ بالله للفتنة الذي تتبع العروض الفاسدة الساقطة في الانترنت أو في الفضائيات هذا يعرض نفسه للفتنة وقد يبتل وينسلخ من أخلاقه ومن دينه فعلى المسلم أنه يتجنب هذه الأشياء ويبتعد عنها لأنها دعوة إلى الفتنة وإلى الشر أهم مجرد أنك تناظرها وتمضي وقتك فيها بل هي تؤثر في قلبك وفي أخلاقك وفي دينك